الخبر اول اللي عادنا عن برهوم الماراوي وصلح سبب الانستجرام للثمانمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال مليون يا رب طبعا ما بقى شي ونتنسون يا حباب ان تباركونا بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي نتغل حاليا نوربار وصدمة يا حباب اللي قاعد ينزلش فيه التكتوكات ويا حبيبته السابقة واضحنا للصوريات يا حباب للتكتوكات انه هو قاعد يتغزل بيها ولكن صدمة اللي صارت يا حباب انه واحد من المتابعين كان سائلة انه هذا حبيبته السابقة فهو ارد علي مجرد ان يتصوروا يا بعض محبيبته لكن بنفس الوقت يا حباب ان تشرت لوحده من الفضايح اللي تثبت انه فعليا هي كانت حبيبته ولهو هذا المقطع يا حباب القديم اللي واحد من الاشخاص كان يصور تكتوك يعني نورمار ما شاءن يعرف انه هذا التكتوك قاعد يتصور هذا التكتوك يا حباب يظهر نورمار ويا ليسا يا حباب حبيب تستابقة ووضح ان هو حضرها مثل ما شايفين بالسام يا حبايب والتأكيد ان هذي اللي يسا يا حباب مثل ما شايفين هذي اللي يساو نفس ما لابسه بالضبط فاكتون يا حباب بالكومنتات هتوقع ان نورمار قاعد يكتب على المتابعين عم بميتها جمول عليه او مو هو فاني كلام صحيح اما بالسبة القمرطائي يا حبايب فهي مستمرة بالصدمات حاليا صار لها تقريبا اربعة ايام هي غايبة عن السوشيال ميديا والاغلاب توقعها بسبب ان هي مكتابها بسبب ان نورمار حلين يصوري هذيش ولكن صدمي يا حباب ان هي صار تحط لايكات للتصاميم من الحبل بينها وبين نورمار مثل ما شايفين يا حبايب هذا الدليل انه يحط لايك التصميم لها وهي نورمار فاكتون يا حباب بالكومنتاتها توقع ان هي اشتاقت لا او هي قاسوا هذي الشيء ومتلفت انتباه نورمار او مجرد سوى هذا الشيء بالغلط مو اكثر ولكن الصدمة الحقيقية يا حباب صارت هي على حسبها بالتليجرام طبعا هي عادة قناة بالتليجرام به 40 الف متابعة اسمها قمر ويا حباب كانت كتبة اليوم مقولة ثبتتها انه لا حد يتخلى عن شيء تقصد ان هي تخلث عن نورمار الا بعد ان تعبت يده في التمسك بي يعني انه هي تعبته هوي بالتمسك بنورمار ولكن ما قدرت ان تتمسك بي فلا هذا هي تركته فاكتون يا حباب بالكومنتات شركم بهذا المقولة هي تقصد نورمار او مجرد مقولة عادية مو اكثر اغير كل صورة بكل مواقع للون الاسود وكاتب خطوة جديدة فاكتون يا حباب ابو فلا مجاهزنا وبصلوا يا حباب نوصات المقطع في المقطع الجابكم لسوز فجروا هذا المقطع باللايكات وبس جاريكم في هذه المقاطع بما قلت القصص احبكم فجروا المقطع باللايكات ومع السلامة